قلة الإمكانيات المادية وغياب الدعم والإعانات المالية أدخلت نادي فروسية عنابة في دوامة من المشاكل ما أثر سلباً على الأحسنة وتسبب في نفوق البعض منها كانت تشوفه في النادي كل خطر يموت لنا أحسان زوز بسك سبب ما كانش الماكلة العلفو لطايو الشعيرو نادي الفروسية كان في وقت قريب من أكثر النواد العنابية تتويجاً وتحقيقاً للألقاب المحلية والوطنية والدولية على الرغم من غياب وقلة الإمكانيات في الوقت الذي أكد فيه مسؤول القطاع أن الإعانات تقدم وفي وقتها نادي أقديم وعارق وحقق ألقاب وبطولات يلدوز في باريس خدينا الميضالية الذهبية من حسان تعنبا وكفالي تعنبا ومو يعاونونا الأشهر هادوما تعالى تلات شهر وربع شهر ومبعد أحنا نجموه باقتر دي موات سبتمبر للي بروبرياتير لحسنة اللي عندهم هادوما يزيدوا ونبدأوا نعاونوا من درك نخرجوا من الأزمة هاد برك لكن الجمعية لابدها أنها على الأقل توضحنا صورة التسيير تعلهيك لهذا لأنه لا كانت تكلوه غير على مديرية شباب رياضة مديرية شباب رياضة ما عندها شغل الفروسية عندها رياضات أخرى عندها جمعيات أخرى عندها لابد أن نوفقه ما بين الناس والمبرغة المالية الحالية مع سياسة التقشف رهي ما تكفي إذن هي عراقيل وصعوبات تواجه القائمين على نادي الفروسية بعنبا وأطراف النافذة تسعى لزعزعة استقرار هذا النادي العريق الذي يعد من أهم المرافق نظرا لموقعه الإستلاتيجي وإلى مختلف نشاطات الرياضية والترفيهية التي يقدمها لسكان الألؤة الشرق الجزائرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر